اهلا بكم من جديد وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا تزال البيانات محدودة بشأن خطورة أعراض أوميكرون وضيفا أنه مطلوب مزيد من البيانات لفهم مدى شدته ومدى تأثر هذه الشدة بالتطعيم والمناع الموجودات بالفعل قالت منظمة الصحة العالمية أن المتحور أوميكرون يتفشى بسرعة ففوق المتحور دلتا وبات منتشرا في 89 دولة وضيفا أن عدد الإصابات تضاعف خلال ما يراوح بين يوم ونصف وثلاثة أيام في المناطق التي تشهد تفشيا محليا ولفتت أن نظمة إلى أن أوميكرون ينتشر على نحو سريع في البلدان التي بها مستويات مرتفعة من التطعيم بين السكان يتعدى فيما فادت هيئة الأمن الصحي في بريطانيا برتفاع عدد الوفيات جراء المتحور أوميكرون إلى 7 أشخاص فيما فادت السلطات الصحية بتسجيل 10.059 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون ليرتفع إجمالية عدد المصابين بالسلالة الجديدة في بريطانيا إلى أكثر من 24 ألف إصابة فيما أكد مستشارون في الحكومة البريطانية وجود مئات ألاف من الإصابات بمتحور أوميكرون يوميا محذرا من أن المستشفيات ستصل إلى طاقتها القصوى خلال أسبوعين وأفاد مرأس الجزيرة مباشر أن عمدة لندن أعلن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لمستويات قياسية في قضون ذلك قال مستشارون الأمليون للحكومة البريطانية إنه يجب فرض قيود أكثر صرامة في وقت قريب جدا لتفادي وصول نزلاء المستشفيات بسبب الفيروس إلى 3000 يوميا هذا وتراوح عدد النزلاء المصابين بالكورونا في المستشفيات خلال الأسبوع الماضي بين 800 و900 شخص يوميا وكانت بريطانيا قد سجلت حصيلة قياسية جديدة في إصابة كوبيت 19 أمس بواقع أكثر من 93 ألف حالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكما تابعنا ونتابع يوميا قنوات الأخبار العربية والعالمية وهي تتناول ما يسمونه متحور أوميكرون وهو فصل لمدد جديد من فيروس كورونا سره وسر عدم إيجاد لقاح حتى الآن للفيروس لن تجدوه إلا مع صاحب علم الكتاب الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني والذي قد أعلن التحدي منذ البداية في شأنه وهذا اقتباس من بيان للإمام صادر بموقعه الرسمي على النت منتديات البشرى الإسلامية بتاريخ 29 من ربيع الأول لسنة 1442 نهجرية والموافق 15 من نوفمبر لسنة 2020 البيان بعنوان إعلان الخبر لصناع القرار ولكافة البشر في البوادي والحضر ولربما يود المستهزئون أن يقولوا مهلا مهلا يا ناصر محمد اليماني يا من يزعم أنه الإمام المهدي ناصر محمد خليفة الله على العالم بأسره ويزعم أن فيروس كورونا من آيات التصديق من عذاب الله ليخذع الله به العالمين لطاعة خليفة الله وعبده المهدي ناصر محمد فهل لا تزال تحدياتك في شأن فيروس كورونا قائمة منذ أول بيان أنزلته في شأن فيروس كورونا في تاريخ عشر رجب في العام الماضي بأنه فيروس بشري وأنه كائن حي يعيش في الهواء وليس كمثل فيروسات الوذاء العابر حسب زعمك بل تفتي أنه عذاب مقيم وأن أطباء البشر لا ولن يستطيعوا أن يجدوا له علاجا أو لقاحا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ونصيرا فتلك من تحدياتك التي وضعتها في بيان لك بتاريخ عشر رجب بعنوان فيروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ألم نقول لك يا ناصر محمد دعي الخبز للخباز فما يدريك بعلم الفيروسات حتى تضع هذه التحديات فها هي شركتان أحدهما شركة ألمانية والأخرى شركة أمريكية أعلنوا بالنجاح المشترك بينهم فتوصلوا إلى لقاح لفيروس كورونا وعما قريب سوف يتم توزيعه للعالم حسب إعلانهم فما هو موقفك أمام منظمة الصحة العالمية التي سوف تخزيك بصناعة لقاح لهذا الفيروس المستجد؟ فمن ثم لا يصبح أن الفيروس كورونا أمره الله أن يخضع العالم بأسره لطاعة خليفة الله المهدي ناصر محمد لو تخضعه منظمة الصحة العالمية بالمساعدة بتكالب الجيش الأبيض العالمي أطباء البشر فيقضوا على فيروس كورونا يا مستر ناصر محمد فمن ثم لا يصبح من آيات التصديق لك ولا هم يحزنون فمن ثم يردوا على المستهزئين المهدي المنتظر ناصر محمد وأقول لئن فعلتم ولن تفعلوا فقد أصبح ناصر محمد من الكاذبين بل أبشر البشر المستكبرين منهم بكوفيد مدد جديد فيروس ذو بأس شديد لا مجال لمقارنة بينه وبين كوفيد 19 كما وعدناكم بذلك من قبل بإذن الله ومدد يتلوه مباشرة كيد من الله متين مخصص للمترفين المجرمين الذين اتغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد إن ربك لهم لبالمرصاد إضافة إلى كوفيد 19 وقد وصلت أدنى فصائل كوفيد 2020 المدد الأول للفيروس الجديد ويتلوه مدد بل لا يزال المدد مستمرا لما تسمونه فيروس كورونا ومن أكبر إلى أكبر إلى عذاب النكر حتى يفتح الله عليكم بابا من السماء ذا عذاب شديد لكل كفار عنيد فارتقبوا إني معكم رقيب ولسوف يعلم الذين ظلموا أي مقلب ينقلبون ولدينا التفصيل الكامل والشامل وحصريا من القرآن العظيم للفيروس الأول وفيروس المدد الجديد بكافة فصائله ولكن منكم قوم يسترقون العلم ولسوف تعلمون أننا لصادقون وما وضعت لكم التحديات منذ العام الماضي في شأن ما تسمونه فيروس كورونا عن أمري من ذات نفسي وليس لدي وحي جديد بل سوف نفسر لكم الأحداث من القرآن المجيد والله على ما أقول وكيل وشهيد وكذلك نبشر المعرضين بعذاب من الله الواحد القهار جوا وبرا وبحرا إضافة لما تسمونه فيروس كورونا وما هو بكورونا فعذروني لن أبشر المعرضين منكم بخير فكيف نبشر بخير أمة اتخذوا هذا القرآن مهجورا وتكبرا وغرورا ولسوف يدعون ثبورا ولن يجدوا لهم من دون الله وليا ولا نصيرا أذناب أشر الدواب دونالد ترامب الشيطان الأكبر في شياطن البشر ولم يصبه الله بعد بكورونا وإنه لمن الكاذبين بل نصبه من عذاب أكبر فلا سلام الله عليه ولا على أوليائه في العالمين وسلام على المرسلين وجميع الصالحين والحمد لله رب العالمين خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني